تعال يا وليتي اتفضل يا حبيبي هات أي حاجة تكلها وترجع تقعد مكان ما كنت قاعدة مبارح أوكي اتفضل يا رب شطرخة يا رب يا رب خيب ظني يا رب في حاجة؟ قلبي مش متطمن خالص قلقانة جدا ليه وليد كويس؟ دايماً وليد عايز يقعد عند صاحبه وصاحبه دا دايماً بيجينا البيت ويباتوا مع بعض في البيت طب ما طبيعي مش هما صاحبه؟ مش عارفة مش مرتاحة مش مرتاحة خالص وليد متعلق قوي بصاحبه دا وبعدين قمجت صاحبه دا زي الأمر زي الأمر وبعدين لما باجا طب عليهم فجأة بحس ان هما بيتلبشوا كده وبلاحظ ان فيه بينهم نظرات يعني نظرات كده انت فاهمة طبعاً ايوه فاهمة طب هتسمعيني ولا تقولي بتدخل في اللي مليش فيه؟ لا هسمعك هسمعك دليني في مرحلة المرخة دولت جداً مش معنا ان وليد كده يعني بس دي مرحلة الاستكشاف وبيحب يجربوا الحاجات اللي بيسمعوا عنها يعني هو وحبك يجربوا الهباب دا؟ انت لازم تعودي معي وتكلميه كده بهدوق خالص وتقولي له وليد حبيبي انت بتحس بحاجة نحية أمجد بتقضي معا وقت طويل بتحس نحية أمجد زي ما بتحس نحية البنات اللي انت بتقوليه دا؟ هو من اللي بيحس حاجات نحية البنات هو مش انت يقلقنا انه هو يكون حاسس بحاجة يعني عطفية نحية أمجد؟ انا قلتلك كده؟ استغفى الله العظيم يا رب استغفى الله العظيم يا رب مال انت شكا في ايه؟ شكا انه ما ممكن يكونوا بيشربوا سجاير اشدخل شرب السجاير بأن أمجد زي الأمر الولد زي الأمر فابني عايز يقلده ويبقى شبهه واخده مثل أعلى ليه وبعدين انت زي مخك يجيبك نالة بكلمك في حاجة زي دي؟ وانتي بتتكلمي فيها عادي كده وهدية وحنطلب اتنين لمونة ونقعد ساعتين نحكي فيها انا دا اللي فهمتوا من كلامك هو انا لو شكت كان فيه حاجة من اللي ادماغك فيها دي كنت عادت معاك هدية كده وقولك وليلي ودليني وحليلي كنت رحت جبتهم هم الاتنين وشدتهم من شعرهم كده وعلقتهم وديت لهم حتة علقة كنت خلتهم بعدها لا ينفعوا لا للرجالة ولا للستات وبعدين انت ازاي تفكري ان ابني وليد ليه في الخشن انا ما قلتش حاجة لا يا حبيبت انا ابني راجل قوي اه ميجو ايه يا حبيب ايه يا حبيب لا اي ميس يو سو ماتش اكسم باقي سانيوح نخليك معايا كامل اه اعيز اقولك حاجة بس انك تزعلش مني قول انا حاس ان انت بتجذب علي خصوصا في الموضوع ناردين ده انا هجذب عليك ليه يا مش عارف احسس كده من صوتها في الاشارة صوتها بيقول ان يعني الدنيا بينكم مش تمام زي ما انت حكيتلي بطل تعمل فيها ابو العريف ماشي اعمو تخيل هتكلم في الاشارة ازاي مثلا من سقر الى دكري عامل ايه يا حبي انا بقولك احساسي لا اتخليقولك يا حبيبي ناردين انبسطت جدا مبارح من سقر الى نقطة 27 ايه الوضع عندك اه من نقطة مرابة 27 الى سقر الوضع مستقر ايه الوضع عندكم الوضع مستقر مفيش اي معلومات جديدة تمام يعني انتو كويسين كده والدنيا تمام معاكو يعني هل محتاجين اي امدادات او دعم اه لا 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 احنا تمام يعني انتو 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 كله جميل استاذ كامل احنا بخير شكرا اه طيب اه اتمنى ليكم انبطشيها حلوة زيكم تعيش يا حبيبي اتعشيتو اه ايو ايو احنا تمام يا بدام زينب ايو تمام اه طيب الحمدول انا اتطمنت عليكم عايزاكو بقى تخلي بالكم من بعض وما حدش يدرب نارة على حد عشان ما تعوروش بعض حول حول سعيد لو عايز تقول حاجة انا مش طيق نفسي انا فتحت بقى انا فتحتش بقى ايه ده يا ردة مش كده شكلها ستة طيبة يا عم طيبة ايه يا عم انا خاف حد يخش علينا بقالي دلوقت يا عم ما تيلاقش لا يمكن تحصل حاجة كده ابدا انا مش عارف انت جايب البرود ده منين بس لعنيها كتب بتقول يعنيها كتب بتقول لا ثانيا يعنيها كتب بتقولك انت كتب بتقولك ايه بقى عم العيون كتب بتقولي انا بتاعتك يا عم اعد يا عم اعدك اتها تكريتك بظهر ايدها على وشك يا با اقول اللي انت عايزه ما ده الكلام اللي انت جيت قولتهولي لما جيت لك اقولك ان امك حباني وقع فيا وطلباني في الحلالة ايه ده؟ اه يا ريزا انت فصلت النور اللي ايه؟ شش اسكت اسكت لها يكونوا بعاتين حد يخلص علينا انا ويطاع النور ليه؟ عشان اغفرك اهربة عشان ما نشوفوش يا غبي اه ناردين ايوة انا عز اقولك حاجة انا ابني وليد مش بتاع الحاجات دي خلاص يا زوزو انت اللي بتكلمي عالموضوع طول النهار اصلا انا عز عليها نفسي يعني ان انا اكون السبب ان خليت الفيكة دي تخش دماغك عشان يعني كنت مرة حكيتلك ان يعني ان هو بيتكلم راجل كبير على انه واحدة وعمال ياخد ويدي معاه في الكلام يعني فانتي تلاقي دماغك راحت ان فعايز اقولك ان هو كويس يعني وانا اتأكدت بنفسي اتأكدتي زي؟ فاكا لما قلتلك ان هو يعرف واحدة على النت وبياخد ويدي معاه في الكلام وبعدين بقت صاحباته واسمها منه؟ ايوة انا منه انتي منا يعني ايه؟ مش انا كنت مرة قلتلك ان انا ببقى خايفة لما بيقعد في القودة الواحده ويقضى فاتح اللابتوب ما عافش بيكلم مين فيعني قلت اتطمن على ابني فقمت عاملة اكاونت كده وجايبة صورة بنت ملعب وقمت لطخاها على الاكاونت وقمت بعتاله رسالة وقلت له ازايك عامل ايه؟ انا منه من حلوان اخبارك ايه؟ ايه رايك نبقى اصدقاء امرضت علي في نفس الثانية اللي بعتت له فيها الرسالة تجد؟ رد قال ايه؟ قال لي انت لابس عيد الوقت قمت بعتاله صورة من صور البنت دي وهي بيدوم البيت قط يعني وقصير وكده وبعدين بقى بقى دقنا نبقى اصحاب ونتكلم وناخد وندي مع بعضينا وهي حبة عين امه حبها وتعلق بيها جدا وبقى يبعت لها كلام حب ولها تصوريلي ويصبح ويمسي عليها ويقول لها بعتليه كلام ابيح وكلام خارج انا كنت بجاريه يعني مانا لازم اجاري ابني لو صدمته في الاعلاقة دي ممكن يفقد الثقة بنفسه وشخصيته كلها طبوز ما يعرفش يكلم بنات بعد كده طيب وبعدين؟ وانا قبلين العلاقة تطورت يعني ونتكلم كل يوم بس بقى انا اسبوعا منتكلمش مع بعض متخاسمين عشان بعتلي صورة وتهديد صورة ايه؟ صورة حاجة انا شفتها قبل كده كتير متعودة عليها يعني يا ما شفتها مع السنة امه كنت بغيرله هو صغير يعني ليس لغايت من كم سنة بس انا دايني في الموضوع التهديد انا مش عايزاي يكبر ويتعلم يبقى راجل واطي او يبتز واحدة عشان يحصل على قلبها فعايزة درس ألقنو بالأدب انتي لازم تواجهيه اجو بايه؟ بانك انتي منا انتي مجنونة ولا ايه؟ تعبتيلي يا عصابي والله العظيم اهلا يا حبيبي اهلا انا انا هروح الحمام ويجي على طول ايه يا مان ما بقالك اسبوع ما بتكلمنيش في ايه؟ وليد ايه؟ انا عايزة اقولك حاجة بس انت واعدني تبطل بيني وبينك اه منا تبقى ماما قصدي يعني ان ماما بتكلمك كأنها هي منا انا عارفة ده ممكن يبقى صحابة قوية عليكم محدش يسهل تعمل فيه كده دي حاجة مش طبيعية بس ما انا عارف عارف ايه؟ انا عارف ان ماما هي منا بس انا باشتغالها يا عم مش شايف حاجة ولع كشاف موبايلك يا عم تليفون ايه مش معاي تابرن علي طيب نمرية كاملا